اشتركوا في القناة لكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس إلياس بن صغير جناح نادي موناكو يتودد للمنتخب الوطني المغربي ويشير لموقفه من حمل قميس اصود الاطلس نشر المهاجم ضل اصول المغربية إلياس بن صغير جناح نادي موناكو الفرنسي صورة له على الانستغرام حيث ظهر فيها واضعا راية العالم المغربي وهي اشارة واضحة لارتباط صاحب الثمانية عشر عاما ببلده الاصلي المغرب وتألق من صغير بشكل كبير جدا في مبارية الدولة الفرنسية وهو الامر الذي اتر اعجاب مدرب المنتخب الوطني وليد راقراقي الذي يسعى جهد لاستقدام العديد من اللاعبين في مختلف الاندية الاوروبية لتدعيم التركيبة البشرية التي يتوفر عليها اصود الاطلس وابدت الكثير من الجماهير المغربية رغبتها ان يظهر اللاعب بقميس الفريق الوطني بعدما اظهر تقربه للمغرب بعد نشر صورته الاخيرة بالرغم من تواجده مع المنتخب الفرنسي الولمبي وقدم مهاجم مناكو اشارات واضحة على رغبته في اللاعب مع المغرب بعدما نشر صورته على الانستغرام يعتليها العالم الوطني ومن المنتظر ان يكون بن صغير ضمن الجيل الذي تستعى الجامعة المالكية المغربية لكرة القدم ان يحقق نتائج ايجابية في كأس افريقيا لاقل من 23 سنة سنة التي ستقام بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 لذلك ازداد حماس الجماهير المغربية بعدما بات الياس قريبا من تمتيل منتخب بلده الاصلي عاجل محترفان جديدان يلتحقان بالمنتخب المغربي وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة الى يونستها متوسط ميدان نادي بيكزيفول المنتمي الى الدرجة الثانية الهولندية وأسام العزوز لاعب نادي سانغ الواز البلجيكية للمشاركة مع المنتخب المغرب الأولمبي في الدور الدولي للمنتخبات تحت 23 سنة المقرر الأسبوع الجارية تزامنا مع فترة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية الممتدة ما بين العشرين والتام والعشرين من مارس الجارية بمشاركة منتخبات الطوغو والكوديفور وأوزباكستان وفي إطار استعداداته لنهائية كأس أمم إفريقية تحت 23 سنة المقرر تنظمها في المغرب نهاية العام الجارية ستكون مشاركة اللاعبين هي الأولى من نوعها مع المغرب بعدما سبق لهم المشاركة مع الفئة السنية لمنتخب هولندا وبلجيكا واختارت رابطة الدور الهولندي نصطها أفضل موهبة صعيدة بعد استفتاء شارك فيه لاعب قدام ومدربون حليون في هولندا بعد تألقه مع فريقها وقيادته لاحتلال المركز الأول في ترتيب درجة تانية من جهة عبر أسام العزوز لاعب سانغ الواز البلجيكية عن سعادته بتلقيه دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي تحت 23 سنة مؤشرا في تدوينتنا على حسابي على الانستغرام مبدئا فخره بحمل قميس بلده وقال أنا سعيد وممتن للغاية الاستدعاء لتعزيز صفوف المنتخب الوطن المغربي حلمي أصبح حقيقة لا أطيق الانتظار لتمتي بلدي أود أن أشكر كل من دعمني وساعدني في تحقيق ذلك سأبدل قصار جهدي لجعلكم فخورين بي وسيشهد الدولي الدولي حضور محترفين آخرين بينهم أسماء جديدة ستحمل قميس المنتخب المغربي لأول مرة بعدما خاض عصام الشرع المدير الفني الأولمبي للمغربي جولة أوروبية قادته إلى بلجيكا وهولندا وفرنسا وإسبانيا التقى خلالها بمجموعة من اللاعبين المحترفين الذين سيكونون حاضرين في الدورية وأشرف الشرع على ثلاث معسكرات تدريبية في وقت سابق والتي اقتصرت على اللاعبين المحليين خلال استعدادات منتخب تحت الثلاثة والعشرين سنة للمشاركة في نهاية كأس أمم إفريقي للمحليين التي أقيمت في الجزائر مؤخرا أغير أن هذه المعسكرات ضمت مجموعة من اللاعبين الذين سيتجوزون السن الأولمبي تزامنا مع موعد الألعاب الأولمبي باريس 2024 ما يعني إسقطهم من لوائح المنتخب في التجمعات الإعدادية المقبلة وخذ المنتخب الأولمبي أخير تجمع له شهر فبراير الماضي بمركب محمد السادس الدولي بالمعمورة يقتصر أيضا على اللاعبين المنتمين إلى الأندية المغربية إذ سيكون التجمع المقبل الأولمبيين الذي سينطلق الثلاثة المقبلة هو الأول من نوعه في عهد المدرب عصام الشرعي الذي سيعرف حضر المحترفين خاصة من بلجيكا وهلضا الذين يعرفوا الشرعي لاعبيها جيدا بحكم تكوينه في المدرسة البلجيكية وعمله في عدة أطقم تدريبية بأنذية منتبية إلى الدرجين الأولى والثانية هناك قرض صحفي من عمله بعد دفاعه عن حكيمي تعرض أوسكار رينتيريا الصحفي رياضي للطرد من منصبه في محطة راديو كراكول إحدى الإداعات الكولومبية بعدما دفع بقوات عن اللاعب المغربي أشرف حكيمية المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية ودفع أوسكار بقوات عن حكيمي مشيرا إلى أنه لا يتحمل مسؤولية ما حصل وأن الفتاة هي أيضا تتحمل النصيب الأكبر وقال الصحفي الرياضي الكولومبي داته عن واقعة طرده وأسبابها وقال قلت ببساطة بالنظر إلى كل ما هو معروف إذا قررت فتاة في أي مكان في العالم أن تزور لعب كرة القدم فعليها أن تعرف ما الذي تدخله بنفسها عليك أن تعرف ما هي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها فبسبب كل ما يحدث في عالم كرة القدم نحن نعرف ما يمكن أن يحدث وهذا هو الشيء الوحيد الذي قلته ورفض أوسكار الاعتدار عن تصريحاته والشدد على أنه على حق رغم أن الأمر كلفه منصبه يوفينتوس الإيطالي قرر الإبقاء على إحتارين وإعطائه فرصة جديدة قرر فريق يوفينتوس الإيطالي لكرة القدم لإبقاء على محمد إحتارين اللاعب الهولندي من أصول مغربية ومنحه فرصة جديدة ووضحت صحيفة توتسبور الإيطالي أن إدارة بيان كونيري جددت إرادتها في الاعتماد على إحتارين في الفترة المقبلة وإشدد المصدر نفسه على أن إحتارين يؤدي تداربه بشكل جيد رفقة الفريق الإيطالي مبرزاً أن اللاعب الهولندي يتدرب مع الفريق الثاني ليوفينتوس للمشاركة في سيري جيا من أجل أن يكون جاهزاً للعب للفريق الأول وأكد المصدر دات حسب الصحيفة أن اليوفي مهجب بالقدم اليسرى الساحر لإحتارين لذلك يراب في الاستفادة من خدمتها وكان اللاعب الهولندي من أصول مغربية قد اعتقل الشهر الماضي من طرف شرطة مدينة أمستردام الهولندي في قضية خلافات عائلية وسبق لإحتارين أيضاً أن اعتقل في شهر نومبر الماضي بسبب اتهامات وجهت له تتعلق بالتهديد اشتركوا في القناة